العقدة مستمرة في العراق ولا حل يلوح في الأفق المحتجون مصرون على موقفهم الذي يتمثل في ترشيح أسماء من الأوساط السياسية المعروفة التي شاركت في الحكومات السابقة فيما تتمسك تلك الأحزاب والقوى السياسية بتقديم مرشحين لم ينال معظمهم قبولا من الشارع وفي خضم كل هذا المشهد تثار تساؤلات عن موقف زعيم التيار الصدري الذي بدأ مناصره محاولات فضل احتجاجات بالقوة وفي أكثر من مدينة لتبقى الأمور من دون حل أو طريق واضح لأزمة مستمرة منذ أشهر حتى بعد ليلة دامية ذهب ضحيتها العشرات بين قتلى وجرحى صوت الحراك الشعبي في العراق يأبر استسلام وها هي تظاهرة طلابية جديدة تنطلق باتجاه ساحة التحرير وسط بغداد للتعبير عن رفض تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة هذه المرة يبدو أن أنصار التيار الصدري الملقبين بالقبعات الزرق غائبون عن ساحة الاحتجاج لكنهم ما زالوا خاضرين بقوة في محافظة النجف جنوبي البلاد حيث تفيد آخر الأنباء بسيطرتهم على ساحة الصدرين بل ولم يعد يسمح مسلحو التيار الصدري لأي شخص بدخول ساحة الاعتصام إلا بعد التفتيش الدقيق وبدعوى فضي الاعتصامات ألقى أصحاب القبعات الزرق بقنابل خارقة على خيام المحتجين كمن دلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين استخدم خلالها الرصاص الحي كلها تطورات دفعت بوزير الداخلية ياسين الياسري للتوجه إلى النجف في محاولة منه للتوصل إلى اتفاق مع أنصار التيار الصدري اتفاق يقضي بانسحابهم من ميدان الاعتصام وفي هذا الصدد شدد الوزير على ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة من أجل حماية المتظاهرين مشيرا إلى أن القوات الأمنية ستمسك بزمام الأمور في ساحة الصدرين وبانتظار تراجع فعلي للقبعات الزرق عن ساحات الاحتجاج تستمر المخاوف من وقوع اشتباكات دموية جديدة معنا من بغداد الكاتب والباحث السياسي والاركابي كما ينضم إلينا من بغداد الكاتب الصحفي علي الجاف أهلا بكم سيد الجاف وسيد اركابي يعني الآن ما زالت التظاهرات مستمرة لا حل في الأفق على الرغم من كل مناشدات رئيس الوزراء المكلف بتهدئة الوضع على الأرض سيد الجاف هل من استجابة لكلمة رئيس الوزراء التي طالب فيها بالعمل جديا من أجل حل المشاكل في العراق الفراغ الأمني الحالي والانفلات الكبير في محيط ساحات الاحتجاج في كل العراق لا ينبئ بأن هناك إجراءات حقيقية على الأرض لحمايتنا ولحماية كل التظاهرات والحماية المتظاهرين والمحتجين ويبدو أن الكلمات والوعود لا تكفي وهي في الحقيقة أيضا مجرد تصريحات تطلق للإعلام والتطمينات ولا أدري لمن يطمئن السيد علاوي أو حتى المستقيل عبد المهدي يعني الجميع هنا يترقب أشياء أكبر من هذه لكن يبدو أن السيد علاوي كما هو متوقع شخصية ضعيفة ولا يمكنها أن تقود هذه البلاد إلى بر الأمان على الأقل خلال الستة أشهر الماضية نعم نعتقد أن هناك جهود أمنية من بعض الجهات لكنها لا تكفي ويبدو أن الميليشيات والملثمون سيستمرون بهذا الأمر وحتى سرايا السلام وأنصار سيد مغتد الصدر مصرون على اقتحام الساحات قبل قليل هناك إطلاق نار في ساحة الاتصام في كربلا أيضا نعم وهناك عشرة جرحة على الأقل مبدئيا في الأخبار العاجلة التي ترد لنا دعني أذهب إلى سيد وائل أركابي هناك محاولة مستميتة من أجل إخماد التظاهرات زادت بعد خروج التيار الصدري منها على الرغم من ذلك هذه التظاهرات من حيث الحجم والنطاق ما زالت على ما هي عليه لماذا هذه المحاولات المستميتة لإخمادها سيد أركابي تحياتي إليكسي الفضيلة والمشاهديكم الكرام أبدا إطلاقا لا توجد هناك محاولات مستميتة لإيقاف التظاهرات نحن أو المتظاهرين ما داموا سلميين لا أحد يستطيع أن يوقفهم نحن اليوم ما يجري في هذه الساحات هي محاولة فرز ما بين المتظاهر الحقيقي السلمي المطالب بمطالب مشروعة وحقيقية وبين الذي يحاول أن يخلق فتنة وجاء بمشروع سواء من خلال بعض المجاميع المنحرفة قائديا أو بعض المجاميع أيضا التي كان لي حديث معك كثير في أكثر من اللقاء أكرر على موضوعة الأطراف الخارجية التي تحاول أن تدعمها أو لا اليوم المتظاهر أهلا وسهلا والله لو تمتلئ هذه الساحات بالملايين ما دامت مظاهرات سلمية فلنتركهم ويقولوا ما يقولوا لأن هذا صوت الشعب وهذه إرادة دستورية لكن نحن ضد من يحاول أن يخلق الفوضى ولكن ما ذنب المتظاهرين الذين خرجوا بشكل سلمي منذ اليوم الأول لماذا محاولة هدم وإحراق خيامهم في ساحات الاعتصام أطلاقا لم يكن لأنهم سلميين حرقت خيامهم بل أن الأطراف التي لا تريد للمظاهرات السلمية أن تبقى مرفوعة الصوت لتحقق المطالب الشعبية سمحت لبعض المجاميع في كل المحافظات أتحدث ليس في محافظة معينة لا في بغداد ولا في بقية المحافظات كل المحافظات وكانت عملية توزيع الأدوار لخرق هذه المظاهرات واضح للعيان سيدة الكريمة نحن على أبواب نهاية عام دراسي والآن يأتيني فوج يشكل يقول والله أنا فوج مكافحة الدوام هذه أي مظاهرات سلمية أو يحاول من يحاول أن يمتلك المولوتوف داخل ساحات الاحتجاج هذا يعتبر متظاهر سلمي أو من يمزق سور مراجع في النجف الأشرف دعني سيد الكابي أستطلع رأيي السيد الجاف سيد الجاف هناك محاولة لإعطاء مسحة من العنف على التظاهرات السلمية ما حقيقة ما ذكره السيد واركابي الآن من كل معطيات وتفاصيل خطيرة يعني إن كانت حقيقية والله لا جديد نفس النغمة نسمعها دائما يعني قبل شنا نسمعها من المتحدث باسم القادة عام القوات المسلحة عبد الكريم خلف اللي تعود أنه دائما ينفي حدوث أي حالة من القتل المتعمد للمتظاهرين من وجود القناصين يعني سيناريوهات كثيرة كانت تحاك ضد التظاهرات مؤامرات عملاء إيران عملاء أمريكا المتحدة إلى آخره يعني تعودنا على هذا الموضوع أي نعم 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 فالقصة موجودة هذه الاتهامات يعني نغمة نسمعها ستوانا أصبحت مشروخة بصراحة يعني كنا نتوقع إبداع أكبر من هذا السيناريو يعني يظهر واحد من النواب اليوم على القناة الرسمية العراقية ويقول ماكو متظاهرين لم يستشهد أي متظاهر في النجف طبعا هذا خلاف الوثائق خلاف الموثق خلاف الفيديو خلاف الأخبار اللي ظهرت أمام الناس أمام كل العالم فتعودنا على هذا الموضوع وبالإمكان طبعا هذه خلال 120 يوم المتظاهرين أثبتوا سلميتهم لا تقاطعني لا تقاطعني لو سمحت سيد ركبي سأعود إليك حضرتك كل الاتهامات وأني سكتت تفضل سيد ركبي كمل الفكرة لو سمحت أنا أقول أنني لم أتهمه فهو بالتالي أنت عليك أن تهدأ قليلا لا أنت قاطعتني قاطعتني نعم سيد ركبي سيد ركبي إذا كنت أمت عفوا سيد ركبي إذا أنت من المشوكل ممكن تخلي سيد الجاف يكمل الكلمة يخطعت في ذكر الاسم تفضل سيد الجاف تفضل 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 هذه الاتهامات ليس جديدة ونسمعها دائما ضد المتظاهرين ليس عني المطالب أن أهدأ السلطة القمعية التي لازم السلطة والميليشيات التي تتناوب على قتل المتظاهرين وتحرق خيامهم في ساحة التحرير وفي ساحة الصدرين وبالبصرة وكربلاء والديوانية وبابل وحتى الناصرية هذول اللي لازم يهدؤون شوية ويكفون حمامات الدماء عن المتظاهرين مو بعدين يرجع احنا نقول المنحرفون عقائديا يعني شون منحرفون عقائديا حس انهم بدخلنا بتكفير المتظاهرين ودخلنا بتخوينهم والتشكيك بوطنياتهم ليس بعد 120 يوم وأكثر من 700 شهيد و25 ألف جريح هذه إحصائيات السلطة الرسمية دائما تكذبها بالأسف طبعا ناس متحاملين ومتمسكين بمناصبهم فيحاولون دائما يقللون من هذا الحراك واليوم بعد أنه يظهر سيد مقتضى الصدر ويقول الثورة انحرفت أسا الكل اليوم يقول الثورة انحرفت والله ما أدري يعني صار 120 يوم هسا ظهرت لنا هذه القصة الجديدة طيب هذه نقطة مهمة سيد الجاب دعني أعود بها إلى سيد ركابي سيد ركابي اسمح لي سيد جاب وقصص أخرى جديدة سأعود إليك سيد ركابي يعني بمجرد أن خرج الصدر من هذا الحراك والتيار الصدري من هذا الحراك بدأنا يعني نستمع إلى زيادة في نغمة تخوين المتظاهرين والتشكيك في وطنيتهم وفي سلميتهم تساؤل السيد الجاف يعني يبدو منطقيا يعني بعد 120 يوما بدأ انحراف المتظاهرين في شوارع بغداد والمدن الأخرى سيدتي الكريمة أولا التيار الصدري له جمهوره الكبير الواسع على الأرض في الداخل العراقي وكان هو جزء كبير يمثل من ساحات الاعتصامات وساحات الاحتجاجات قبل انسحابه وبالتالي كان أصحاب القبعات الزرقاء في يوم من الأيام وإذا سيد الجاف أيدني أو ما يريد يأيد على راحته إنه كان في يوم من الأيام يطالبونهم أن يكونوا سدا بينهم وبين القوات الأمنية فبالتالي اليوم العملية عندما تأتي منعكسة تماما متناقضة يعني اليوم يطالبون القوات الأمنية أن تكون هي الحامي لساحات الاحتجاجات المرفوضة سابقا واللي يردون اليوم أن يطلعون منعتها أصحاب القبعات الزرقاء طيب إحنا أما أن نؤمن بأن هؤلاء جزء من منظومة شعبية كبيرة واسعة تظاهرت في يوم من الأيام الآن استجابت لنداء المرجعية أولا الذي طالبت المتظاهرين السلميين بفرز بإبعاد وفرز المندسين عن الصالحين استجابت لنداء المرجعية أم عقدت صفقة مع إيران كما يقول البعض في هذا التوقيت لا 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 استجابت لنداء المرجعية بالمناسبة التيار الصدري مع زعيمه مقتدى الصدر لم يكن له علاقة واضحة مع إيران ولحد هذه اللحظة وإن كان هو الآن في إيران لكن تجدين تغريداته في كثير من الأحيان لا تميل إلى الجانب الإيراني إطلاقا أنا اليوم عندما أتحدث لا أتحدث عن شخصية عندما طالبت الهدوء ضيفك الكريم لم أطالبه شخصيا بشكل شخصي لا إطلاقا إنما أتحدث أقول نعم إذا كنت أنت متظاهر سلمي فعليك أن تفرز الأشياء يعني فعلا هل الساحات منذ 11 إلى الآن هي لم تخلو من مندسين أما القضية التي عنيت بها المنحرفين عقائديا عنيت ثلاثة مجاميع تعرفهم جيدا حضرتك السيد الجاف وهم المجاميع الصرخية واليماني وطرف ثالث آخر أيضا الآن لم يذكر خلي سيد الجاف يذكر لأنه هذه مجاميع منحرفة من الشيعة نعم ما رأيك سيد الجاف يعني في النهاية يسأل سيد ركابي وهو متأكد بأنه في النهاية منذ بداية الاحتجاجات منذ أربعة أشهر لا يمكن أن يخلق المشهد من المندسين ما رأيك والله سيد ظاهر ضيفيش يريد ثورة معقمة يريد ثورة من تقام بالورد ويعني الحفلات وإلى آخره عزيزتي ما كويكي ثورة هذه انقلابة على نظام فاسد حكم هذه البلاد ودمرها من 16 عام فلا تعتقدين أن الشباب اليوم اللي يظهرون حاليا بالشوارع هم يعني ناس يعني طالعة مسترخية هؤلاء شباب قمعوا اجتماعيا قمعوا من هذه السلطة وهذه الدولة من 16 عام نعاني كل أنواع الحرمان بعدها القصة الآتية اللي تتحدث عن توصيات المرجعية هذه البلاد باسم توصيات المرجعية كل الكتل السياسية التفت على هذه التوصيات وتتحاصص البلاد وتتقاسمها فأي سلمية يعني ترى المولاتوف بالمناسبة كل الاحتجاجات بالعالم بها هذه الصور اللي دا تشوف فيها حضرتك من واحد عشرة لحد الآن يريدون ناس طالعة تظاهرات تتلقى الرصاص تتلقى الرصاص وتهشم طيب يا سيد الجاف يعني رؤوسهم ويضربون بالقلاب والمساعدة برؤوسهم وساكتين سيد الكابي قبل قليل تحدث لحظة سيد الجاف تحدث عن أن الصدر التشكيك فيه في هذا التوقيت ليس في محله التشكيك في أنه عقد صفقة مع إيران كما سألته قبل قليل ورأيتك تبتسم ما تعليقك وقراءتك لهذا الموقف والله المفروض هو الأستاذ جاوبت حضرتك لأنه في النهاية المتظاهرون المتظاهرون اعتبروا ما حدث شهر الماضي طعن من الصدر وغير الصدر لكم نعم انقلابة على احتجاج نعم نعم انقلابة على احتجاج ما حدث أن الصدريين رشحوا بعض الشخصيات اللي رفضتهم الساحة وعندما رأى يعني سيد مقتد الصدر رأى أن من المناسب ترشيح أحدهم واللي هو السيد المكلف حاليا محمد توفيق علاوي رأى أيضا أن من المناسب أن ينتهي الاحتجاج مع تكليفة وهذا تم كله بالاتفاق مع سيد هاردي العامري وآخرين المقربين من إيران فإذا الصفقة واضحة لا يحتاج لها يعني واحد يحلل وينظر بس أنا أريد أشير لقصة مهمة جدا باختصال الإضراب عن الدوام حق مشروع في أي احتجاج بالعالم ولا يمكن لأحد أن يقرر نيابة عن الطلبة كسر الإضراب يعني المحاولة المساس بإرادة هذا الشعب الطلبة في كل العالم هم صنع الثورات وهم صنعوا وهم الذين يسندونها دعني أذهب إلى سيد الركابي في سؤال الأخير هل كان الصدر يستغل هذه التظاهرات لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية يعني ركبت تظاهرات وحين أصبحت المصلحة ضده تركها سيد الركابي في أقل من دقيقة السيد مقتد الصدر هو من دعاة الدعوة إلى الإصلاح وكان ضد العملية السياسية برمتها ويريد إصلاح دائما ما يسعى إلى هذا الشيء لكن ما دعاه أن ينسح بمساحات التظاهر الآن حقيقة هي عملية إصلاحية فعلا لأنه رأى أن القادم أخطر بكثير من بقاء العراق في ظل بدون رئيس وزراء في ظل احتجاجات أو تصعيد في نوعية الاحتجاجات وبمواجهات أمنية هذا الموضوع لربما قد يستغل من أطراف خارجية وقد يكون هو واحد من هذه الأطراف المستهدفة التي قد تعتعرض إلى محاولة اغتيال وحينها تنعت مجموعة أخرى باستهدافها ويتخلق حالة من الاقتتال الشيعي الداخلي لذلك هي محاولة منه لأن يهدئ الأمور بشكل حقيقي مع ترتيب مع الوزارة الداخلية أو مع التنظيمات شكرا لك والاركاب الكاتب والبحث السياسي في بغداد شكرا الجزيل أيضا لك الكاتب الصحفي علي الجاف في بغداد